الزمالك المشكلة فين؟ يعني انا قلت في بداية حديث النهاردة انه مش عايزين نتعامل مع الزمالك انه في كارسة او في ازمة هو خسر بعض النقاط يستطيع انه يلم نفسه ويستطيع انه عنده بطولة افريقية مهمة تانية انه يلم نفسه طيب ايه الاخطاء اللي محتاج الزمالك لمها الفترة دي؟ لا يا الاخطاء كتير انت عارف لو فيه خطأ معين او بعين او احنا شايفين مثلا وعارفين انه ده الخطأ وقدر يتلم اقولك ماشي انما عشان نتكلم بقى منطالة مصدقية لا فيه اخطاء في كل حاجة امور ادارية فنية لعيبة فكل الكلام ده بيقادل اللي انت شايفه زي انت افضل حاجة يعني وانت بتقدم البرنامج وانت بتتكلم فعلا نتزة مالك كان السنة اللي فاتت اقول لاب لا قفلين ودنهم مش شايفين حاجة لا دلوقتي انت شاغل دماغك اله اللي بيعمل كزا بدت تتكلم رجي انا تاني للعهد ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه وانسيتي ان انت عندك مهمة لازم تحققها انت بطل دوري سنتين على التوالي كان عندك القدرة السنة دي ان انت تقدر تحافظ عليه مزبوط انما دلوقتي عدد اللي بيزيد صح فجأة لقيت بتحط نفسك في مشاكل مشاكل فنية مشاكل مع مدير فني مشاكل بين جهاز فني مع بعض ودي اكبر كارثة المدير فني انا اسف مش عايز اللي جاء المساعد بتاعه فجأة المساعد بيرجع تاني كهو اللي بيدير الماتشو النهاردة كابتن اسامة الراجل طبعا بتحس انه مالوش دور كل الكلام ده بيقصر على العيبة صح وفي القوة في الاخر النادي هو الخسران وجماهير وهي الخسران مزبوط انما انت لازم تحل الامور دي ولو ما تحلتش في قصر هواقت هتلاقي البطورة الافريقية برضو بتهرب منك الدوري كده كده خلاص انا بقولها لك هوا من النهاردة ده الدوري خلاص مش بادري اقوة كابتن محمد لا مش بادري مش بادري لا لا مش بادري نادي لالي في احسن حالاته مم في احسن حالاته فنيا واداريا وكل حاجة يعني تشمل المنظومة نكحة مشة في الطريق اللي هو المزبوط زي ما احنا بنقول انما نادي زي مالك احنا او هما اللي باخروا نفسهم خطوة وارد تانية فاتمنى طبعا تركيز فترة لجاء انت عندك مباراة يوم الجمعة ومباراة هامة في افتتاحية دورة بطالة افريقية فانت لازم تقفل قصة الدورة دي وتبدأ تعالج الاخطاء اللي عندك كانت فنيا الناس تبدأ تشتغل وتحط ايديها في ادن بعض اداريا لازم الناس تبقى وقال ان فعلا انت بيدوروا الناس زمالك ده كيان كبير فلو انت مش وقال الكيان اللي انت بتديره هتبقى مشكلة النهاردة الناس قاعدة احنا في حيرة يعني بتخسر تلاتة من فارقه قبل كده بتخسر اسوان تخسر من المحلة عدد كم هزايم فاقل مثلا من اربع خمس اسابيع متتالئة فدي مصيبة ما كانتش بتحصل في الناس زمالك فلا فعندك اخطاء الاخطاء زي ما بقولك لو خطأ واحد هتقدر تلمو بصرع انما انت عندك انت بعندك مجموعة اخطاء ومتفرعة وما انتش عارف انت عايزت الممنين ولا المنين غير كده وكده ايس على ذلك بقى هوية النادي وشخصية اللعيبة دي اللي بتفرق صح دي المصيبة الاجبرة انا في رأيي انه دلوقتي شخصية اللعبين بقى طبعا انت مفروض دلوقتي كلنا اشدنا باللعبين اللي موجودين دول اشدنا بحسن عامجيل اللي كان عنده خطأ النهاردة وقلنا انه من اهم من مكاسب الزمالك الموسم الماضي مصطفى زي داك كان عامل موسم رائع جدا مع ترايا الجيش الموسم اللي فات بقيت اللعبين سيد عبدالله قلنا لعيبة هيبقى نواية عظيمة المنتخى في مصر بعد كده في لعيبة زيزو مازال هو واحد من اهم اللعبين اللي في مصر فانت عندك لو بتتكلم على فرقة لا فرقة فيها لعيبة طبعا سكواد جامد جدا سكواد جامد ما هقولك على حاجة بقى انت لما كنت قافل ودنك ومركز في شغلك وما تبصش لحد مشيت مهما يخبط فيك انت قافل ودنك خلاص مهما الناس تتكلم عليك والناس مش هتبص للي ناجح صحيح واللي عايز ينجح وعايز يوصل للهدف بتاعهم لازم يفل ودنك صح انما احنا فتحنا ودننا لكل الناس مهما فبدأت اللعيبة تبص لبعضها حتت مسلا عقد زيزو مهما ما دي بداية المشاكل وبدأية الكوارس دي امان بيتكلم اهدي بيع امام مهما ودي برضو خسارة لناس زمالك مهما مع العلم انها في حد ذاتها برضو هو مكسب مهما بفضله ستة شهور وكان ممكن يفشي فريق صح دي حالة الحالة التانية مهما الحالة التانية والاهم موضوع اللعيبة اللعيبة فعلا الخسارة بتجيب عدم ثقة بتجيب اهتزاز في مستوى اللعيبة اللعبة مبتاش في حالتها هتبدأ المشاكل تزيد